بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو سالمين غالمين وبصحة جيدة حباب الشافية المغربية لابد أنكم تكونوا إيجابين في حياتكم تكون عندكم طاقة إيجابية خلوها على الله اللي على الله على الله الناس اللي احطوا لي تعليقات على الوصفات كلهم غدينحطهم إن شاء الله ولابد غدينحط وصفات اللي بغاو الناس غدينجوب على التعليقات وغدين نعطيهم وصفات خاصة بالناس اللي عندهم مظالم أو وصفات للرزق أو وصفات للتجميل أو وصفات أي وصفة غدينحطها تكون صالحة لكم إن شاء الله إن شاء الله بحول الله وقوته لابد أننا يكون عندنا الجذب ويتكون عندنا السمع وتكون عندنا الطاعة لابد أن الإنسان فيما مشي يكون كلمتهم مسموعة وكلمتهم قبولة ويكون عنده وحد الجذب مع الناس كيدي الناس اللي زوينين ولكن تكونوا الناس زوينين ولكن ما عندهم مش قبول تتكون وحدها خيبة ولكن عندها قبول تتكون هزة معها قبول ما كانش شي إنسانة ما هزاش معها قبول ديما تتلقي حمالة الصدر عندهم عامرة بالقبولات القبولات إما بطلاسم وإما بأي حاجة ولكن احنا عندنا قبول رحماني قبول اللي تقدري تهزيه وانتيا مأمنة على راسك وانتيا عارفة القبول ديره بدك ما مشيش عند كاهن أو كاهنة ما مشيش عند شخص معين يكتب لك في الطلاسم ويكتب لك في أسماء مقلوبة ويكتب لك في أسماء ديال الجن باش يجدبوا لك الزوار ويجدبوا لك القبول مع الناس يقدر إلا تلقتي غير الفصوخي في سخلك كل شي إذن القبول رباني القبول اللي بأسماء الله الحسنى لهم شأن عظيم ولهم قبول رائع بإذن الله حاولوا أنكم تحصلوا فقط على المكونات أنا نفضل إلا كان ما كانش عندك مكونات غادي تدري ريحة غادي تدري ريحة ودري ملح فقط وعندكم نواة ديال الطمر الطمرة غادي تاكلوها الطمرة غادي تاكلوها بعد ما غا تقري على الطمرة يا جبار يا جبار خمسين مرة اللهم جبر بخاطري يا جبار يا جبار يا جبار جبر بخاطري تاكلي الطمرة بعد ما تقري عليها والنوى ده لها أتحطها في القبول النوى ستقرع ليها 50 مرة يا سميع يا سميع ستقرع ليها يا ودود 50 مرة عندنا الملحة أتقرع لها يا ودود 50 مرة النوى ده الطمر بلنشاء الله انشاء الله تحي ديه من طمرة بعد ما قريتي عليها اسم يا جبار خمسين مرة وغادي تاكل الطمرة ديالك ودقولي النوايا اللي بغيتي بالخاطر ديالك أش مني بغيتي هادك القوبول ودقولي يا جبار اجبر بخاطري على الأمنية ديالي وتخلي النواة ديالها تقرأ ليها القراءة اللي عطيتك بعد غادي تاخذ الملحة قرنا عليها قرنا على النواة نقرأ على النصر حجرة النصر هاي حجرة النصر باش تكوني منصورة على كل احد تيد المك او انسان عندك في العمل تكوني قوية عليه هتقرأي عليها سبعات المرات صورة النصر صورة النصر وتقولي اللهم انصرني على من عاداني اللهم قويني على من اقوى مني اللهم قويني على اقوى مني وتقرأي صورة النصر سبع مرات واللي قرينا عليهم تومي سنجمعهم هتخذي سبع شعارات سبع شعيرات ديال الزعفران شعراء غادي ناخدو العطر اي عطر غادي نديروه معه اول حاجة غادي ناخد بابي اليمنيون لان بابي اليمنيون هو هو تقريبا ماغناطيسي في جلب القبول غادي نحاول انني ان ناخد قطعة قماش غادي نرشها بالريحة غادي نرش الريحة هكا لانه غادي يكون في العطر وغادي بعد ما قريت صورة النصر وقريت القراءة اللي عطيتكم غادي نحط هنا ونحط النواة اللي قريت عليه والملحة اللي قريت عليها الملحة اللي قريت عليها وشعيرات ديال الزعفران لسبع شعيرات ديال الزعفران وغادي غادي نقرأ لها يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع وغادي ان شاء الله غادي نجمع هاد نجمع هاد هاد القبول هنخليه ليلة كاملة هنخليه ليلة كاملة تحت المخدة ديالي والصباح غادي نلحو في المحفظة ديالي غادي نلحو في المحفظة ديالي لانه قبول رائع اذا احباب شافية المغربية قبول رائع تستاهل انكم تخليوا لايك اه تنعطيكم وصفات قديمة وجديدة مثلا خليكم القناة كلها مليئة بالقبولات لابد انكم تديروا قبولات باش تكونوا ايجابيين اذا احباب شافية المغربية اه دعموا القناة وفعلوا الجرس والى وصفة اخرى ان شاء الله